السهرة الرمضانية والمهرجانات الفنية بخصوصيتها المكانية والزمانية صارت عادة رمضانية عند الليبيين انطلاق مهرجان ليالي البيضة الرمضانية للثقافة والفن والإبداع التي يقدمها المركز الإعلامي ليبيا الحرة وفرقة الغد المسرحية حيث تستمر لمدة عشرة أيام يقدم من خلالها العديد من الفقرات كالأمسيات الشعرية والفنون التشكيلية وعرض الأشرطة والأفلام القصيرة وأمسيات في الشعر الغنائي ننطلق في مهرجان فقافي فني أدبي تناول عدة 18 مدة عشر أيام للنخبة في مدينة البيضاء والجبل الأحفر في سفة عامة وفي خلال هذا المهرجان اللي حينقذق حيكون هناك معارض الفنون التشكيلية حيكون هناك جلسات للشعر الغنائي والشعر الفصيح حيكون هناك قلسيات في القصة القصيرة أيضا عروض مسرحية وحيكون فيه بحث في ما يخص تلكلور الشعبي اليوم الأول يشهد افتتاح معارض الفنون التشكيلية حيث يهدف القائمون على هذا المهرجان إلى النهوض بالجوانب الثقافية والفنية ومد جسور التواصل بين الشرائح المختلفة من النخب الثقافية والفنية في المدينة جلسة الأولى من ليالي رمضان هذه الليالي التي يشرف عليها المركز الإعلامي لليبيا الحرة وإدارة المراكز الثقافية ومكتب الثقافة بجبل أخضر خلال شهر رمضان تصبح هذه الأماكن الواجهة المفضلة التي باتت سمة من السمات لإحياء شيء من أجواء الماضي وعبق التاريخ في قلب ومعالم وشواهد المدينة ترجمة نانسي قنقر